يعني بداية علمياً نوضح كده ونبسط للسادة المشاهدين إيه المقصود بالعيوب الخلقية للطفل حديث الولادة العيوب الخلقية في الأطفال في الجنة والأطفال حديث الولادة الجين بيحصل فيه خلل أو بيحصل طفرة جينية نتيجة بيئة غير مواتية لهذا الجين تؤدي إلى تغير شكلي فيه جزء أو أكتر من جزء في الجنين والطفل حديث الولاد يطلع الطفل للدنيا فيه خلل فيه حاجة واضحة فيه أو قد تكون غير واضحة في الأول وتظهر بعد كده في الشكل العام لهذا الطفل عايز أقول لساعدتك ولسادة المشاهدين أن حوالي 240 ألف سنوياً بيموتوا نتيجة هذه العيوب الخلقية في الشهر الأول بعد الميلاد 170 ألف طفل بيموتوا سنوياً في الخمس سنين الأولى نتيجة العيوب الخلقية في الأطفال الأجنة والأطفال الحديث الولاد نسبة حدوث خلل في الأطفال يؤدي إلى عيوب خلقية بتصل من نصف إلى 1% عالمياً هذه هي العيوب الخلقية